سيد الرغضة بتولي يا مولانا هل يجوز القراءة من المصحف الشريف في صلاة الفرض نقول الله سبحانه وتعالى قال عن هذا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني واضح من السؤال ان حضرتك عاوز تقرأي القرآن الكريم بالترتيب يعني تعملي ختمات ختمة للقرآن الكريم يعني تبدأي من البقرة الى الناس ثم تعود مرة ثانية هذا جائز في النافلة وليس في الفرض الفرض يقرأ الانسان من حفظه ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بهذه الامة ان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في صورة المزمل فقرأوا ما تيسر من يعني واحد حفظ مثلا صورة الفتحة وقل هو الله احد الاخلاص او عدد من الصور ايه القصيرة او صورة البقرة مثلا وهيقرأ كل صلف او كل فرض يقرأ بهذه الصور لا بأس به سيد النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء الصحابة يشتكون من هذا الصحابي الذي كان يصلي دائما بصورة الاخلاص كل هو الله احد فلما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اني احبها واحبا اقرأ بها فلم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهاه الحبيب صلى الله عليه وسلم فالقراءة في الفرض لا تصح في النافلة جائزة لا شيء في ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا اللهم اميني ورب العالمين